الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في فيديو سابق حلينا على أنماط التعبير بالأشكال الجديدة من كتاب كيان كتاب المراجعة النهائية حلينا سبع أنماط والنهاردة إن شاء الله معدنا مع النمط الثامن لحد النمط الأخير الأربعة عشر النمط أو الشكل الثامن بيقول لي من خلال السحب والإفلات قعد ترتيب العناصر الآتية هو ما تجيب لي مجموعة من العناصر اللي هي بتكون البرقية طبعا البرقية جماعة احنا بنكتبها في مستطيل بيبقى أول عنصر من عناصر البرقية هو اسم المرسل إليه يبقى هخلي آلف ديت اسم المرسل إليه ده بيبقى في الأول وتحتيها اللي هي رقم باء بتبقى عنوان المرسل إليه يبقى اسمه وعنوانه ده أول حاجة في البرقية في منتصف البرقية أو رقم جيم هتبقى متن البرقية الحاجة اللي أنا عايزة أبعتها له سواء التهنئة أو العزاء أو أي شيء يعطهولي في البرقية ده المتن بعد كده آخر عنصرين تحت بيكون اسم المرسل وبعدين عنوان المرسل بالترتيب ده اسم المرسل وعنوان المرسل رقمها بعد كده رقم اتنين بيقول لي قعد ترتيب العناصر الآتية لتكون تقريرا عن زيارة رسمية أعطيني العناصر بتقول لي أهم الإختراحات والوصايا مقدم التقرير التاريخ اليوم والتاريخ أحداث الزيارة أهم الإيجابيات شخصيات الزائر ومنصبه أهم السلبيات طبعا أول حاجة بالترتيب هعملها هو اليوم والتاريخ يبقى ده رقم ألف بعد كده هذكر اسم الشخصية والمنصب بتاعه يبقى ده تاني حاجة باق شخصية مين اللي زارت ومنصبه في رقم جيم أحداث الزيارة زار ايه وتكلم في ايه وسأل في ايه يبقى دي الأحداث رقم دال أهم الإيجابيات وهيه أهم السلبيات بحط الإيجابيات الأول وبعدين السلبيات وبعدين بحط الاختراحات في رقم واو طبعا هو فيه رقم ناقص الحرف ازاي اللي هو السادس حاجة هتبقى مقدم التقرير ده بيبقى في آخر التقرير بعد كده بقول لي قاعد ترتيب العناصر الآتية لتكون دعوة مناسبة أعطيني التوقيع تحديد تاريخ المناسبة عبارة ختامية اسم الداعي والمدعوين تحديد المكان طبعا في البداية أنا حكتب اسم الداعي والمدعوين يعني إذا كانت دعوة مثلا دعوة لحفلة ختامي في المدرسة يبقى المدرسة اللي بتدعوه وبتدعو مثلا أولئي الأمور يبقى ده ألف اسم الداعي والمدعوين بقى تحديد تاريخ المناسبة المناسبة دي هتكون في يوم إيه وتاريخ إيه جيم حيكون تاريخ أو تحديد مكان المناسبة هل أنا مثلا كمدرسة هعمل الحفلة دي في داخل المدرسة أو في مكان آخر خارج المدرسة يبقى لازم أحدد المكان وبعد كده عبارة ختمية زي مثلا نرجو من سياداتكم حضور الإيه الاحتفال أو زيارتكم تصرونا مثلا أو إيه عبارة في الآخر من وقع باسم المدرسة أو الجهة اللي عاملة الدعوة بعد كده النمط التاسع بقول لي ميز من بين البداية للتالية الخطأ الوارد في كل تعبير مما يلي هو جيب لي برقية وأحد الأشخاص كتبها فهو كاتب اسم المرسل الأول والعنوان وبعدين كاتب خالص التهاني وصادق الدعوات بدوام النجاح والتميز وبعدين أعطيني اسم المرسل إليه والعنوان طبعا الخطأ هو بدل يبقى طبعا مش استخدام علامات ترقيم ولا حاجة ولا اختصار مخلل البرقية لازم تكون مختصر أصلا ولا عدم كتابة التاريخ مش دية الخطأ الخطأ هو في كتابة اسم المرسل إليه قبل اسم كتابة اسم المرسل قبل اسم المرسل إيه إليه الإجابة رقم دال بعد كده رقم اتنين بيولي تعلن أسرة الرحلات بالمدرسة عن رحلة إلى العاصمة الإدارية فعلى الراغبين في الاشتراك تسجيل أسمائهم لدى مشرف الرحلات مع أطيب الأمنيات برحلة ممتعة الخطأ الوارد في الإعلان السابق الإجاز في الإعلان الإعلان ما يفوش إجاز ولا حاجة طيب عدم تحديد الزمان والمكان عدم ذكر كيفية التواصل مع المعلن عدم ذكر الجهة المعلنة طبعا الجهة المعلنة هي أسرة الرحلات فذكرها كمان كيفية التواصل بتسجيل الإسم لدى مشرف الرحلات هو الخطأ في رقم به هو عدم تحديد الزمان طيب هو كاتب والمكان كمان بس هو في الإعلان صراحة هو أعلن إن هي العاصمة الإدارية وممكن يكون مكان التجمع اللي هتنطلق منه الرحلة أو كده يبقى الإجابة رقم به هو محددش زمن الرحلة وقتها يعني أو تاريخها هتكون إمتى لكن هو حدد المكان العاصمة الإدارية بس يمكن يكون الخطأ فيه أو هو يقصد يعني مكان التجمع لهذه الرحلة رقم ثلاثة الوقت أنفس ما يملك الإنسان أنفس يعني أغلى بسطة يعني شرح الأب العبارة السابقة لأبنائه قائلا الوقت أثمن ما في الوجود ولا يمكن أن يباع أو يشترى وعلينا إنفاقه فيما يجدي وليس بأيدينا ادخاره وعليكم معرفة قيمة الوقت ونفاسته وتعلموا كيف تدخيرونه وتنتفعوا به طبعا بيقول لي الخطأ الوارد هنا كسرة الأخطاء اللغوية والإملاقية طبعا ما فيش كسرة على حق ويمكن كلمة تنتفعوا به المفروض كانت تنتفعون به بس يعني ده خطأ واحد والمبالغة الظاهرة في كلام الأب ما فيش مبالغة ولا حاجة عدم الالتزام بعلمات الترقيم وركاكة الاسلوب ضعف في الاسلوب طبعا الاسلوب مش ركيك ولا حاجة هي رقم جيم إنه هو ما فيش طبعا الالتزام بعلمات الترقيم هو يمكن بس علامة الترقيم اللي حطها اللي هم النوططين لفوق بعض بعد كلمة قائلا إنما بعد كده ما فيش ولا علامة ترقيم في بسط هذه العبارة بعد كده النمط العاشر بيقول لي ميز من بين البداية للتالية التعليق المناسب لكل صورة ويجيب لي صورة وحتى كاتب لي عليها يعني عشان تكون الصورة مش واضحة أو حاجة صورة شباب يجمعون القمامة بيقول لي هل التعليق المناسب النشاط من سمات المجتمعات الراقية ولا ترقى المجتمعات بفضل أبنائها ولا العمل التطوعي علامة رقي الأمم ولا النظافة من الإيمان طبعا النشاط من سمات المجتمع ومش جايب صورة ناس صحية الصبح أو حاجة وترقى المجتمعات بفضل أبنائها ده هو جايب جزء واحد بس أنا ما بين العمل التطوعي ولا النظافة من الإيمان طبعا أختار العمل التطوعي الشباب مش ملزمين أو مجبرين ده مش عملهم ولكنهم يعملون من أجل رقي أوطانهم يبقى العمل التطوعي علامة رقي الأمم بعد كده جاب لي صورة شاب يتسلق جبل وبقول لي العقل السليم في الجسم السليم ولا من تأنى نال ما تمنى ولا لكل عالم هفوة ولا لكل جواد كبوة يعني سقطة ولا بالإصرار والعزيمة نحقق ما نريد طبعا فكرة صعود الجبل ومن لم يعيش بين الجبال ومن لم يتهيى بصعود الجبال يعيش أبدا الظهر بين الحفر زي أبو القاسم الشابي ما قال فهنا عيكون الأقوى في التعليق هو الإصرار والعزيمة نحقق ما نريد بعد كده جاب لي صورة أب بجانبه زوجته وأبنائه بقول لي الأسرة أساس المجتمع ولا استغلال الأسرة لوقت الفراء ولا ترابط الأسر يصمام أمان للأسرة ولكن الأفضل هنا أن هو الرجل متجمع مع زوجته وأبنائه بجانبهم فعمل مجموعة من العلاقات الودة بينهم يبقى ساختار الترابط الأسري صمام أمان للأسرة اللي جاب جي هنيجي بعد كده للنمط رقم 11 جايب لي الشاهد المناسب للجملة دي أو للفقرة دي بيقول لي إن الرجل إذا عدد محاسن امرأته وتجافى عن النقص سعد وارتاح تجافى يعني ابتعد فمن الذي ما نبى سيف فضائله نبى السيف يعني ضربه فلم يقطع ولا كبا يعني سقط جواد محاسنه جماله يعني فليت كلا من الرجل والمرأة يذكران الجانب الجميل المشرخ في كل منهما ويغضان الطرف يعني لا ينظران أو لا يدققان عن الجانب الضعيف البشري في كليهما الشاهد هو قال تعالى وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن قال تعالى وعاشرهن بالمعروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله ولا قال الشعر يمكن بس هي مش باينة أوية هنكمل البيت من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط طبعا هو بيقول ان احنا علينا ان احنا نشوف المحاسن ونتغاضى عن المساوئ يبقى الافضل في كل دول طبعا هو كلام ربنا وكلام الرسول الله يقدم عليه احد لكن الشاهد هنا هيكون قول الشعر من الذي أو من ذا الذي ما ساء قط يعني ابدا ومن له الحسن فقط من الانسان العمر ما اخطأ ودايما يكون له افعال الحسن فقط فده طبعا مش موجود يبقى اختار دال اثنين قد يتعرض الانسان للشدائد والابتلاءات وتتتابع عليه المحنو فيستعين باصدقائه فمنهم من خزله ومنهم من وقف بجانبه الشاهد الذي يعبر عن المعنى ذا قال تعالى انما المؤمنون اخوة قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودمه قال الشعر فلم ارى فيما ساءني غير شامت ولم ارى فيما سرني غير حاسدي قال الشعر جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي طبعا لما نجري على الفقرة وبقول ان الانسان بيتعرض لشدائد والابتلاءات ومحن فبستعين باصدقائه منهم من يغزل ومنهم من يقف بجانبه يبقى طبعا الشاهد الافضل هو قول الشعر الاخير جزى الله الشدائد كل خير عرفت به عدوي من صديقي الانسان اللي سعده يبقى دا الصديق والانسان اللي تخازل عنه اصبح عدو له يبقى لجابة دال رقم ثلاثة قد تكون الوحدة خيرا لك ايها الانسان من جليس السوق لانه يوردك المهالك لذلك فالوحدة نشعر بحلوتها ومعشرة جليس السوق نشعر بمرارتها الشاهد الذي يعبر عن هذا المعنى هالقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوق كحامل المسك ونافخ الكير الكير طبعا دا الالة كده موجودة عند الحداد اللي بيحرى بها الحديد قال الشعر السهري لتنقيح العلومي ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق قال الشعر إذا لم أجد خلا نقيا في وحدتي ألذ وأشهى من غوين وعشره قال الشعر إذا نطقت سفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوته طبعا البيت واضح جدا البيت الثالث أو رقم جيم إذا لم أجد خلا نقيا في وحدتي ألذ وأشهى من غوين وعشره دا الأفضل لأنه هو بيقولك أن أنت تجلس وحيدا أفضل من أن تعاشر جليس سوق يبقى دا البيت دا أفضل طبعا الحديث بتاع النبي نفس المعنى لا الحديث بتاع النبي النبي بيفرق ما بين نوعين من الأصحاب صديق قد يعني الصديق بيؤثر على صديقه مثلك أن تكون بجانب شخص يبيع المسك فينشر عليك رائحته فيصيبك بهذه الرائحة الطيبة وشخص آخر يقف إلى جانب حداد فربما أصابه إيه من نار هذا الحداد ما يحرقه أو ما يؤذيه بعد كده رقم أو النمط رقم 12 ميز من بين البداية للتالي الموضع المناسب لكل جملة مما يلي الجملة بتقول لي واستكمالا لما ذكرت آنفا يعني سابقا من حلول لمشكلة التلوث يمكن أنا أقول الجملة دية هل هتكون في المقدمة طبعا دا بيقول استكمالا هل في الخاتمة لا وعند وصل الكلام بما قبله ولا عند التعليل لما ذكر آنفا طبعا هنا بيقولك استكمالا يبقى وصل الكلام بما قبله الإجابة جيم رقم اتنين بيقولي عودا على بدء يمكنني هي طبعا مكتوبة غلط يمكنني القول الجملة السابقة ما كانها الصحيح هل مقدمة الموضوع طبعا لا دا بيقول عودا على بدء هل البداية برضو لا المقدمة والبداية نفس الحاجة ومش الخاتمة طبعا هو أثناء الموضوع كاينه بيارضوا بيكمل في موضوع رقم ثلاثة يمكننا القول الآن أني قد بسطت وجهة نظري بطريقة موضوعية وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك الجملة دي حتى قال فين طبعا هو بقول أن أنا وفقت أو أنا بسطت وجهة نظري بقى الكلام دا حيتالي طبعا في خاتمة الموضوع الإجابة بعد كده النمط رقم ثلاثتاشر ميز من بين البداية للتالية العناصر المناسبة فيما يلي أفضل مجموعة من التعناصر لموضوع يتحدث عن صفة التعاون طيب رقم قالب يقول لي مفهوم التعاون تعريفه يعني وبعدين أثره ونمزج وقعية والحس على التعاون أفكار جميل رقم به لماذا لنساعد الآخرين للأثار السلبية للتخاذل آيات وأحاديث للحس على مساعدة غير إنها برضو تمام جيم المعنى العام للتعاون التعاون مع الأعداء للتحاد قوة التعاون مع الأعداء لا شي الجيم دي خالص رقم ده المؤمنون وإخوة توصية الرسول بالجار عدم نصرة الباطل اتصاف المؤمنين بالتعاون ده واخدنا في السكة توصية الرسول بالجار يبقى مش التعاون بس هو بتكلم عن التعاون عمتان أنا ما بين ألف وبه طيب يبقى أنه العناصر فيه متكاملة أفضل إن أنا عرفت التعاون وأثره ونمزج وقعية ليه والحس ولا هو بيسألني لماذا لنساعد الآخرين وأثار السلبية للتخاذل وآيات وأحاديث للحس العناصر بتاعته تكون موضوعه أقوى هو ألف لأنه شمل كل حاجة عرفني ليه التعاون وأثره ونمازج ليه وكمان حس على التعاون يبقى الإجابة ألف ما هي التطرف معناها أسباب التطرف أثار التطرف طرق معالجته والعناصر دي تصلح لموضوع عن طبعا الإرهاب الإجابة كي تمام مش العنف بس لأنه عنف ممكن يكون عنف أسري عنف في أي حاجة عنف في مدرسة أو في أي شيء والحرب برضو مش مش بتبقى داخل فيها الموضوع التطرف دي تبقى بين بلاد بعضها البعض ولا الضمر والحرب قريبين من بعض يبقى الإجابة جيم أفضل الإرهاب بعد كده النمط الأربعة عشر وده آخر نمط معنا ميز من بين البدالة التالية الأسلوب المناسب فيما يلي أما ماء البحر فيحتوي على العديد من أملاح أخرى خلاف ملح الطعام مثل الملح الإنجليزية وأملاح البوتاسيوم وأملاح اليود طبعا بيتكلم عن تكوين أملاح البحر فالأسلوب هنا طبعا ده أسلوب باين إنه أسلوب علمي رقم اتنين قال المنفلوطي أيها الكوكب المطل من علياء سمائي أنت عروس حسناء تشرف من نافذة قصرها طبعا بيوصف الكوكب وبقول أن أنت عامل زي العروس يبقى الأسلوب طبعا فيه تشبيهاته واستعارته يبقى أسلوب أدبي قال ابن خلدون في مقدمته ابن خلدون طبعا واضع علم الاجتماع من كان مرباه يعني تربيته وده مصدر ميمي بالمناسبة بالعسف والقهري اتنين بنفس المعنى العسف والقهري اللي هو الضل والضرب والإهانة من المتعلمين حمله يعني دفعه ذلك على الكذب والخبص وهو التظاهر بغير ما فيه ضمير طبعا الفقرة دي بتتكلم عن موضوع هو موضوع تربية الأبناء بالعنف وأثر ذلك فهو موضوع علمي ولكن هو كتب فيه برضو حمله ذلك يعني دفعه إيه يبقى العسف حمله على الكذب يبقى دي استعارة مكنية يبقى هو أسلوب علمي متأدب واخد قضية علمية لكن كتبها بشكل أدبي رقم أربع قال أحد العلماء تكمن الحقيقة المأساوية في أن شعور الإنسان بكونه ضحية هو الذي يجعل الفرض بالفعل ضحية وهو المعوق الأكبر للنفوس والعقول الصغيرة طبعا وبتكلم على الناس اللي هي بتضع نفسها في حالة الضحية دائما وده بيجعله فعلا زي الضحية فده طبعا لا أسلوب أدبي وبتكلم في قضية فلسفية تمام كده جماعة؟ حاجة عقلية يعني يبقى ده أسلوب فلسفي بعد كده اجتمعت هيئة الاتحاد الاشتراكي أمس طبعا الكلمات مكتوبة خطأ تعالوا نعدهم مع بعض اجتمعت مكتوبة بهمزة ده خطأ هيئة مكتوبة غلط الهيئة المفروض تكتب الهمزة على نبرة الاتحاد والاشتراكي الاتنين ما فاهمش همزة ده مصدر خماسي واتنين يبقى فيه أربع كلمات خطأ في العبارة عند بناء سأل المجهول طبعا هتبقى سؤلا بضم الايه أوله وبكسر ما قبل الآخر فالكسرة تخلي الهمزة على نبرة يبقى ليه جابا جين الجملة التي تدل على ضعف الطالب املاقيا من مالي يحمل المعلم عبقة تربية الناش يشغل العربي ضوءه ليهتدي اليه السائر التهيئ للامتحان واجب يجب ان يكافأ كل صاحب جهد مرمو طبعا مكتوبين كلهم صح معدبه لو احنا شايفين حتى يشغل العربي ضوءه السائر مكتوبين خطأ حتى هو كتب السائر بينا جدا انه خطأ تمام طبعا ضوءه مش همزة على نبرة المفروض الهمزة على السطر عشان ده منصوب والسائر الهمزة على نبرة بعد كده هو عكسه مياه رقم اربعة الطالب الذي يعاني من مشكلة الضعف الاملائي كتب جملة مما يلي ميزانة المسجد مرتفعة تعيش الاسرة السعيدة في وقام قضينا يوما ملقاه البهجة يلجأ او يلجئ حر الشمس الناس للظل طبعا رقم جيم قضينا يوما ملقوه البهجة طبعا ملقوه البهجة ده المفروض الهمزة تبقى على واو تمام كده ملقوه البهجة ده مبتدى وخبر والاتنين نعت لكلمة يوما فكانت المفروض مبتدى يبقى همزتها تبقى على واو لانها مرفوعة وهي مكتوبة كده الهمزة منصوبة يبقى جيم هي اللي خطأ بعد كده رقم خمسة قال الشعر اقبل على النفس واستكمل استكمل فضائلها طب فضائلها ايه مفعول به يبقى انهل الهمزة بتاعتها منصوبة اول واحدة اللي هي الهمزة اللي على السطر دي انما فضائلها الهمزة دي مرفوعة فضائلها دي مجرورة فضائلها طبعا دي مكتوبها خطأ اصلا هل اسمك محمد عند وضع همزة الاستفام مكان هل تصير الجملة خد بالك اسم الكلمة اولها الف وصل ولما بتخش همزة الاستفام على الف الوصل بتسقط يعني بنشيل الف الوصل كتابة ونطقا زي قوله تعالى اطلع الغيب في سورة مريم اللي هي رقم 78 يبقى حكتبها ايه حكتبها زي رقم دال اسمك محمد اسمك محمد من غير ايه الف الوصل يبقى اللي جابة دال اخر سؤال عندنا جملة واحدة مما يليه خطأ هذا امرئه يسعى في الخير رحم الله امرئي اعرف قدر نفسه مررت على امرئ يعز الناس رحم الله امرئا اعرف قدر نفسه طبعا بين من الاولانية هذا امرئ ده مرفوع فالهمزة على وهو صح رقم جيم مجرورة بعلا فالهمزة على ايه برضو صح رحم الله امرئا طبعا دي منصوبة انما رقم به هي المكتوبة ولط لان الهمزة كده في وضع جر والمفروض رحم الله امرئا تبقى امرئا لانها مفعول به جبقى الاجابة به هي الجملة المكتوبة خطأ كده احنا حلنا كل انماط التعبير الخاصة اللي موجودة فيه كتاب جيان هسيب لك رابط الفيديوهات السابقة الخاصة بالمراجعة شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله